أيدت الدائرة الجزائية السابعة في محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبد الرحمن الدارني حكم محكمة أول درجة بإعدام المتهم الأول في قضية الخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا وقضت المحكمة ببراءة عدد من المتهمين مما أسند إليهم من تهم في حكم أول درجة كما أيدت حكم محكمة أول درجة بالسجن مؤبد لأحد المتهمين إلى جانب استبدال عقوبة عدد من المتهمين بغرامة قيمتها 5000 دينار كويتي بدلا من السجن علاوة على تأييد تغريم متهم واحد بنفس المبلغ وتخفيف الحكم بالسجن عن أحد المتهمين من 15 سنة إلى سنتين